اشتركوا في القناة والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين في مثل هذا اليوم استشهد القديس تيمون الرسول أحد السبعين رسولا الذين عينهم الرب وأرسلهم للكرازة ونال هذا القديس مواهب شفاء المرضى وإخراج الشياطين ولازم الآباء الرسل ونال معهم نعمة الروح القدس يوم الخمسين وبعد أن أقام مدة في خدمة الشماسية وضع عليه الرسل اليد أسقفا على بصرة وعمد الكثيرين من أهلها فغضب الوالي وقبض عليه وعذبه وأحرقه بالنار فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيه أيضا استشهد السبعة شهداء الذين قتلهم البربر بجبل القديس العظيم الأنبى أنطنيوس أب الرهبان بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين ربنا موجود ترجمة نانسي قنقر